مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية ولكن المعرض إن شاء الله بالعالمين سنعيش مع مواجعة عامة على الوحدة الأولى اللي هي وحدة القوة بإذن الله استعداد للاختبارات منتصف الفصل الضراسي الأول نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد اللهم أمين ولكن في البداية دعونا نتذكى فضل طلب العلم والحث عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر قال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فالعلم نور وحياه والجهل ظلام وعمى وكثى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات قال سفيان الثوري ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والعلم يورث خشية الله قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية وبه ينال العبد الخير في الدارين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وطلب العلم يوصل إلى الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ونعيش اليوم مع المواجعة العامة على الوحدة الأولى واللي إن شاء الله بعملنا نتناول فيها مواجعة لهم القوانين المتعلقة بالوحدة وإن شاء الله بعدها مباشرة سنشرع في حل أسئلة عامة ومواجعة عامة على دروس الوحدة بإذن الله تعالى في البداية حبيب قلبي خلنا نفتكده مع بعض القوانين العامة على الوحدة الأولى لو شوفنا مع بعض هللاقي في الأول خالص هنا كان بيش القوانون له للحبيب إننا لو محتاج إننا نحسب الوزنة ال-f-w وننكن نسميها f-g عادي خالص هتصالح حبيبي ايه m.g طبعا هي لو أنا محتاج ال-f-w هتبقى m-g طب لو محتاج ال-m تبقى f-w على ال-g متاج ال-g-f-w على m زي ما احنا متفقين في المثلثات في حفظها بالسهولة طيب القوة القوة حبيبي من قلونيوتنا الثاني ال-f-r أو المحصلة كتات ساعة حبيبي m.a ال-m ضرب ايه؟ ضرب ايه طيب معامل الاحتكاك السكوني هو الاحتكاك الحركي لو أنا محتاج إننا نحسب قوة الاحتكاك السكوني أو قوة الاحتكاك ايه؟ من الحركي طبعا كان عندنا هنا الاحتكاك السكوني الميو اس كتات ساعة حبيبي ايه؟ تساوي f-s تقسيم f-n طيب الاحتكاك الحركي هيبقى ميو كتساوي f-k على ايه حبيبي؟ على f-n تمام؟ طيب حساب معامل الاحتكاك لحرك الجسم على المستوى المائل لو أنا عايزة جيب هنا كده معامل الاحتكاك اللي هو الميو كي؟ بشكل بسيط خالص كنت ممكن اقوله هو f-k على f-n مع تحليل القوة من f-k هتساوي m-g سين سيتا على m-g كوسين سيتا اللي هي في النهاية ممكن نجيبها ببساطة عن طريقتان سيتا مباشرة طيب الموكبة الافقية لو نعم احتاج ان اجيب الموكبة الافقية والموكبة دائما ان الموكبة الافقية القريبة من الزاوية هتاخد f-cosين سيتا تابقى البعيدة عن الزاوية هتاخد حبيبي f-sين سيتا طيب في حالة ان يكون محتاج محصلة المتجهين بينهم زاوية قائمة لو بينهم زاوية قائمة المحصلة عندنا هتساوي جزر التربيع الاكس تربيع زائد y تربيع تابقى زاوية المحصلة واتجاهها السيتا بتساوي ساوي ثان مينس وين y على x طيب عزم القوة حبيبي قلبي لو انا محتاج ان انا احسب عزم القوة عزم القوة اللي بنسميه تاو كان هيساوي حبيبي f-sين سيتا اخيا عزم الازدواج التاو قبل لو انا محتاج ان انا احسب التاو قبل حبيبي هيساوي ايه؟ هيساوي f-sين سيتا كذلك يعني احدى القواتين في المسافة بينهم تقول لي يا استر ستب لو انا اتعملت انه f ضرب ال ال اه كلامك صحيح ما فيش اي مشكلة خالص بس في حالة ان الزواج اللي عندك يكون تكون عمودية طيب نتبقى كده في حل مسائل بالتدييب يا حبيبي بالتدييج من بداية من بداية المناق لو اقال لي في البداية اوجد محصلة القواتين المؤثرتين على جسم لحظ ان القوة الاولى كان حبيبي بمتين والتانية خمسين يبقى الفرق بينهم لان دي قوة بتأثر الى اليمين وده قوة بتأثر الى اليطار يبقى القوة المحصلة عندنا حبيبي بها تساوي ميتين ناقص خمسين تطلع كام؟ تطلع مية وخمسين نيوتن وطبع الاتجاه بتاعها يكون اتجاه يمينا طب لو اقال لي مؤثر يؤثر في الاجسام فيغير شكلها او حالاتها الحركية طبعا ده تعييف مين؟ ده تعييف القوة ده تعييف حبيبي ايه؟ القوة يكون الجسم في حالة اتزام انتقالي عندنا؟ طبعا شرط الاتزام انتقالي زي ما انت عارفين ان محصلة القوة تساوي صف يعني معناها في حالتين يهم ان الجسم اللي عندي يكون بيتحرك بسرعة ثابتة يعني الاكسليريشن هيساوي زيو يهم الجسم اللي عندي يكون ساكن حاجة من الاثنين طب امتى الاكسليريشن يساوي زيو اذا كان الجسم اللي عندي بيتحرك بسرعة ايه؟ بسرعة ثابتة ما المقصود بمقضاء القوة التي اذا اصارت في جسم كتلاته واحد كيلو جرام اكسبته تصاوعا مقضاءه واحد متر على الثانية تابيع في اتجاهها طبعا ده تعييف النيوتن تعييف الان ثابت ما مقالب على السؤال يقول لي هلا كده نيوتن هو يكافئ كيلو جرام في متر على الثانية تابيع ولا نيوتن هو يكافئ كيلو جرام درب متر في الثانية تابيع طبعا التعريف الادق اللي هو مين حباب قال بي او الصحيح اللي هو ان يتن يكافئ كيلو جرام ده بمتر عال ثانية تابعة تقول لي جبنا منين يا أستاذ اقول لك اهو بالسهولة خالص مش عند الف ار بيساوي ام مضوت اي شيل الام وعوض بوحدة اكتياسة كيلو جرام شيل ال اي وعوض بوحدة اكتياسة متر لكل ثانية تابعة نكمل ما المقصود بالعبارات التالية القوة التي تجذب بها الأرض والأجسام من حبابي الوزن الويت ولا الفوز انبيلس والانشاء الانشاء الوه يا حبابي اللي هو يكون طبعا ايه الوزن ما وحدة قياس الوزن وحدة قياس الوزن هي نفس القوة نيوتل ما هو الوزن قوة جاذب الأرض للجسم ما محصلة القوة المؤثرة في قرى كتلتها نصف كيلو جرام تسقط تحت تأثير وزنها وتتعرض لمقاومة وقب مقدار تلتة نيوتل الاعلى علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية تسعة تماما من عشر متر على الثانية تابعا انا دي وقت حبابي عندكها بتسقط وعندنا في مقاومة اه على مقاومة الهواء قال لي تلاتة نيوتل طب الكوة نفسها هي نص كيلو جرام يبقى اهي دي كده نص كيلو جرام لابد ان انا جيبي الوزن طب اجيبي المحصلة ازاي اللي هي تساوي الاف دابليو نقص الاف فاكشن احتكاك اللي عندي ده يديني الاف او لها المحصلة طيب الاف دابليو كان تبقى نص لها الام جي نص ضرب تسعة وتمانية من عشرة نقص الاف فاكشن كما حبابي لها تلاتة لو طرحناهم بعض حبابي يديني واحد تسعة من عشرة بس لاتجاه هيكون الى اسفل ولا الى اعلى هيكون في الاتجاه الاكبر وبالتالي حركة الكروه هتكون الى اسفل تجاه الجاذبية الارضية جسم على كوكب الارض كتلته 40 كيلو جرام في اي من الكواكب التالية يكون لهذا الجسم وزن اقل واستخدم المعلومات الموجودة في الجدول انا جايب لي حبابي عطارت المشتائي الارض المغيخ الجسم ده كان على كوكب الارض كتلته كان 40 كيلو جرام هل الكتلة هتختلف لا الكتلة مش هتختلف ولكن الوزن اللي هتختلف والوزن هتناسب تناسبا توضيا مع عجلة الجاذبية الاوضية لان الوزن FW بيساوي M ضد G يبقى بالتالي اقل عجلة جاذبية هي اقل وزن من التناسب تناسب ما بين FW وما بين الجي تناسب توضي يبقى اقل وقت شو ما يكون مين عطارت وهو الاقل فيه في الوزن نعزن المشتائي بارش 8 من عشر والاوضع تاني تسرة 8 من عشر اللويخ تلاتة بوينت سبعة سبعيني بيعترض هو اقل واحد وبالتالي هو اقل وزنا على كوكب عطار يوضح الشكل كهاتين معلقتين بواسطة ميزانين لقياس القوة في حالة اتزان اذا علمت ان كتلة الكوة الاولى تلاتة كيلو جرام دي الكوة الاولى حبيبي دي الكوة الاولى M1 وكتلة الكوة الثانية واحد كيلو جرام يعني دي يا حبيبي اللي هي مين اللي هي M2 طيب طالب مني يا حبيبي طالب مني ان انت تجيب قراءة الميزان الاول ليس الميزان التانى قراءة الميزان الاول الميزان الاول يا حبيبي ده هيتعوض لمين هيوزن كده M1 ولا M1 كمان مع M2 مع اهمال كتلة الميزان الثانى مع اهمال كتلة الميزان الثانى طبعا في الحالة يا حبيبي الميزان الاول هيوزن الكتلتين يعني هيوزن M1G زائد M2G ليه استاذ لان هنا فيه حاجتين بيقصواوا الى اسفل الكتلة دي الى اسفل وكمان الكتلة دي الى اسفل وهيكون رد الفعلة عكسها اللي هو هيقيس الميزان يبقى الميزان هيقيس وزن الكتلتين مع بعض M1G زائد M2G لو قدنا الجي عمل مشترك يبقى يطلع حبيبي بقلبي اوضع ضرب كان ضرب تسعة وتمانية من عشرة تطلع حبيبي بتسعة وتلاتين واثنين من عشرة لكن لو في حالة المطالب مني قراءة الميزان التانى هذا هيوزن فقط الكتلة واحد كيلو جرام هي الحاجة الوحيدة اللي بتقصى عليه الى اسفل اي ماري من الاجسام الموضوع على سطح هو لها اكبر قيمة للقوة العمودية Fn طبعا كل ما بيزيد الوزن كل ما بتزيد القوة العمودية إذا بالتالي هل ال 2 كيلو جرام التوجيه وزن أكبر ، أو ال 5 كيلو جرام ؟ 25 كيلو جرام طبعا بلا شك 25 كيلو جرام هي اللي هتديني وزن اكبر اهو تديني وزن الى اسول FW عكسها قوة رد الفعل يال FN طبعا 25 كيلو جرام هي اللي هتديني اكبر وزن وهي اللي هينتج عنها اكبر قوة رد فعل طيب يقولي حبيبي جسم كتلاته 100 كيلو جرام على الارض احسب كل منه وزن الجسم على الارض علما بقى ان عجلة الجاذبية القضية 9.8 متر على الثانية طيبية طبعا الوزن بيختلف من مكان اخر حسب الجاذبية لكن الكتلة ثابتة يعني كتلتك على الارض 100 كيلو جرام على الامر 100 كيلو جرام على الميخ 100 كيلو جرام في اي مكان لان تختلف لكن وزنك لا يختلف يبقى الFW في الحالة دي اي ساوي حبيبي M.G يبقى يساوي كام يساوي 100 ضرب 9.8 من 10 ساوي حبيبي كان 980 نيواتين يبقى الكتلة ثابتة في كل مكان ولكن الوزن حبيبي هو اللي يختلف من مكان الى ارض يعني لو سألني هنا كده على الكتلة اقول لي والله هي كتلة ثابتة كتلة 100 كيلو جرام زي محبا لكن وزني اخلي بالي الوزن بتاعه على حسب المكان اللي هو عايز حاجز وزن على الارض ادغب في عجلة الجاذبية على الارض حاجز وزن على الأمر ادغب في عجلة الجاذبية على القمر وزني على الميخ يبقى جب عجلة الجاذبية بتاع الميخ وهكذا طيب اذكر العوامل التي تعتمد عليها شدة مجال الجاذبية طبعا بتعتمد على عاملين اساسيين شدة مجال الجاذبية اللي هي الجين طبعا بتعتمد على مين على كتلة المصدو اللي هو كتلة الكوكب وكمان بتعتمد على نصف قطر المصدو اللي احنا ممكن نعبر عنه بحجم الكوكب يبقى حجم الكوكب طبعا بتكتب نصف قطر الكوكب اللي منه يا حبيبي هيتوقف ايه ان شاء الله في الصف الثالث هتتعرفوا باستفادة في الثاني عشر على ازاي نقدر نحسب شدة مجال الجاذبية ونحدد العوامل اللي هي ان شاء الله تقدمها مع بعض في الصف الثاني عشر اللي بتساوي عندنا الجي ام على ار تابيع بازن الله تاخدوها بازن الله وتساعدوا بها ان شاء الله في منهاج الصف الثاني عشر لو اقالي سؤال تاني يا اخوة يا حبيبي يقوم حمد بالضغط على صندوق بقوة خمسين نيوتن والصندوق موجود على منضبة وقتلة المنضبة الصندوق وقتلة الصندوق 25 كيلو جون اجسم مخطط الجسم الحوي وقتلة الصندوق 25 كيلو جون وكمان حمد يضغط على الصندوق بقوة 50 نيوتن اولا كده الصندوق بيتأثر بالوزن الى اسفل الوزن بتاعه اللي هو 25 ضوط على الجاذبية الارضية تمام وكمان بيتأثر بقوة تانية قوة الضغط بتاع حمد اللي هي كام حبيبي اللي هي خمسين نيوتن عكسها في قوتين عكسها كده كده قوتين عكسها في قوة رد الفعل فن نت فاوس اتجاه بيكون حبيبي اتجاه الى اعلى وده مخطط الجسم ايه؟ الجسم الحوي بسهولة جدا 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 طيب ما محصلة القوة المؤثرة في الصندوق؟ الصندوق اللي عندي ده موجود على المندضة حتى مع ضغط حمد عليه هو مازال موجود على المندضة وبالتالي محصلة القوة في الحالة دي حبيبي هتساوي ايه؟ هتساوي صف الاف ار هتساوي زيو طيب لو غالي هاد مقبار القوة العمودية المؤثرة على الصندوق هو عايز الاف ان الحالة دي الاف ان هتساوي ايه؟ هتساوي الاف دابيو زائد ها زائد الخمسين نيوتن طيب الاف دابيو اللي عندي اللي هي كتلة الصندوق ضرب عجلة الجاذبية الارضية خمسة وعشرين ضرب تسعة وتمانية من عشرة زائد كام حبيبي زائد خمسين وانطلع الناتج النهائي لمحصلة القوة اللي هي القوة العمودية خمسة وعشرين ضرب تسعة وتمانية من عشرة ادينا بيتين خمسة وعبين زائد خمسين حبيبي يدينا كام؟ بيتين خمسة وتسعين نيوتن وده كده مقضوع القوة العمودية اللي اتجاهة طبعا يكون الى اعلى ما مقضوع القوة التي تجعل سيارة كتلتها هو عايز القوة هان عايز الاف طيب السيارة دي كتلتها كام؟ بتتها الفين هاني امن تتباطئ 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 عندما تقترب من اشارة المولد تتوقف تماما تتباطئ مباشر في قانون محصلة القوة القانون نيوتن الثاني الاف اي حبيبي بها ساوي ام بات ايه الام عندي كام حبيبي بالفين ضو بسالب ثلاثة تطلع حبيبي كام؟ سالب ستلاف نيوتن طيب سؤال بعد ايه حبيبي في التناسب في القوة تناسبات القوانين بشكل عام اذا زادت كتلة الجسم الى اربعة امثال ما كانت عليه يعني مثلا الكتلة كانت ميت كيلو جرام اصبحت اربعمائة كيلو جرام كم يصبح تصوير الجاذبية الارضية وكم يصبح الوزن الوزن الجديد كان والتصوير كان خلي بالك التصوير من شوية توقف على ايه على كتلة الكوكب وعلى حجم الكوكب ونصف خطوة يعني لا يتوقف على كتلة الجسم وبالتالي تصوير الجاذبية الارضية عندنا الجيه هيظل كما هو يعني الجيهة تظل ايه تظل كما هي يبقى الجيهة تكون ثابتة لا تتغير لكن بالنسبة الوزن حبيبي الاف دابليو الاف دابليو يتناسب تناسب طيب مع الام يبقى كلما الام تزيد كلما الاف دابليو تزداد وبالتالي حبيبي هتظل الاف كما هي ولا هتزيد لا هتزيد او اساس هتزيد اربع امسات يبقى القوة او الوزن هتزيد الى ايه الى اربعة حتى طيب بيقول لهم حبيبي في سؤال جديد ما المصطلح العلم الدال على الاتم قياس الاحتكاك الداخلي بين طبقات المائع خلال جويانه وتعمل على ابطاء تدفق ه مالي يعد مثالاً عن الاحتكاك السكوني من فلول حبيبي هل قالب مستقى على طيب كورة مستقى او قرى تنحدث من اعلى جبل او قرى تنحدث من اعلى جبل او بلونية فلواء او قرى تحرك في الماء كل الحركة هي احتكاك حركي الحاجة الوحيدة اللي ساكنا عندنا هو قالب مستقي على طيقة في المخبار قلقية او في الشكل الاتي في المخابية الامامنا او في القوية الامامنا قلقية اربع كهات متماثلة في اربع عواني بها سوائل مختلفة اي كهات تصل ابطأ لقاع المخبار طبعا تصل ابطأ في الاعلى كثافة وهو العسل وهو العسل يتم سحب صندوق وزنه ومتين نيوتن على اوض خشنة اذا علمت ان قوة الاحتكاك المؤسسة في خمسين نيوتن ما معامل الاحتكاك طبعا في الحالة دي حبيبي معامل الاحتكاك ميو كي هيساوي اه اف كي على اف ان اذا هيساوي خمسين على كم حبيبي على متين تطلع كم تطلع ربع طب هل ربع اللي عندك هتكون ربع نيوتن لا طبعا معامل الاحتكاك ليس له وحدة ليس له وحدته قياس اي موت تلع لها اعلى معامل الاحتكاك سكوني طبعا اعلى معامل الاحتكاك سكوني هو المطاط مع الخاصانة الجافة قد يصل الى الواحد اي العوامل الاحتكاك سكوني عالي جدا اي العوامل الاحتكاك يؤسس في الاحتكاك الحركي لصندوق ينظل فوق سطحه افقي اللي اثر عليه ايه هل يأثر عليه القوة العمودية ولا سرعة الصندوق ولا القوة التي تسبب الحركة ولا المساحة السطحية للصندوق طبعا الاصل ان اللي يأثر في الاحتكاك القوة من حبيبي القوة العمودية دراجة بخياتة تحرك تحت تأثير دفع محيط بقوة مقضاء الفين نيوتن ما مقدار القوة المعيقة لحركة الضراجة البخائية طبعا يا مشاه الامان بالفين يبلو عقا لاحتكاك للخلف وبالتالي يكون اشارة اشارة سالبة ونفس القيمة سالب الفين نيوتن ماذا يحدث لكل من كتلة الجسم وازنه عند الانتقال به من كوكب الاخر اما انتقل من كوكب الاخر الكتلة هتظل كما هي ولكن اللي يتغيى حبيبي يتغيى من يتغيى الوزن فقط تظل الكتلة ثابتة ويتغيى الوزن فقط طيب جيب لنا الحبيبي سؤال بسيط بيتكلم على مقضاء معامل احتكاك الحركة لهذا النظام جيب لنا اسم بياني معامل اعلاقة بيانية ما بين الـ FK وما بين الـ FN دي بالنهية ودي بالنهية طبعا عايزمين ان المعامل احتكاك الحركة الميو كي يساوي FK على FN يعني معناها بيساوي الميل والميل احنا ناخد اي نقطتين يساوي ليكون نقطة صفر والنقطة مثلا ليكون تلاتة مثلا لو حركنا منك التلاتة وصادها كام؟ صادها ست طب الصفر مع الصفر يبقى الافك ايه عندي هتساوي تلاتة نقص صفر على كام حبيبي؟ على ستة نقص صفر يعني تطلعي زيو بوينتو فايق وزي ما اتفقنا ان معامل الاحتكاج سواء الحركة بس يقول لي ليس له وحدة قياس بل ازا كانت قوة الاحتكاج بتساوي واحد ونص فما مقدار القوة العمودية طبعا احنا مش محتاجين من قانون دا احنا محتاجين من الواسم حبيبي واحد ونص عندنا يعني ابدأ اشوف كده قدامي هو ادي داخل على الواحد ونص ايه? بننزل تحت فادينا مدون الاتين والتلاتة ايه بمعنا في الحالة دي الاف ان هتساوي كام حبيبي هتساوي تلاتة نيوتون بالسوء عيزة من الواسم البيانة طيب اذا اصبحت اذا اصبحت القوة اذا اصبحت القوة العمودية اف ان تساوي تلات امثال مقضايا يعني القوة العمودية كانت اتنسى معاشر بقى تلاتين فهل تصبح القوة المؤثرة ثلاثة امثال مقضايا الاصلي ايضا? عشان عشان تحافظ على حربة الجسم السوء المنتظم طبعا لابد ان هي ايه? لابد ان هي تتناسب معها يا حبيبي تناسب ترضي يبقى تحتاج ان انت تتحاول بنفسه بنفس المقضايا من جديد نفس القوة المؤثرة بالنسبة لك طيب بالله هل القوة المؤثرة والقوة العمودية تؤثان في الاتجاه نفسه ولماذا؟ القوة المؤثرة بتقصى ازاي؟ انت بتتحاوك يمين او شمال على حصل الحركة بتاعتي طيب القوة العمودية لا يعلقوا الاسفل تبقى تؤثان في الاتجاه نفسه؟ طبعا لا هم متعامدان قوة اخر يا حبيبي ايه؟ متعامدان واضحة؟ انتقرر السؤال الآخر يا حبيبي بيقول لي اكتب المصطلح العلمي اكتب المصطلح العلمي اتبال على الآتي قوة معيقة للحركة وتنشأ عند تلامس الجسمين وتكون في عكس اتجاه الحركة قوة اكتب طبعا قوة الاحتكاك المقاومة التي يلقى اليجسم الساكن وطعيق عن الحركة وتمنع الانزلاق تيني ايه؟ هم؟ ده من يا حبيبي؟ Tبعا قوة الاحتكاك بس بل حال دي الاحتكاك ايه؟ الاحتكاك السكوني في البداية جسم كان ساكن المقاومة التي يلقى الجسم المتحيق بتنشأ هم عن رس例ه؟ الاحتكاك الحركي وتنشأ من التلامس وطريقها عن الحركة في قوة الاحتكاك الحركة فالقوة التلامس تؤثر بها جسمي في سطح اخر وتكون عمودية عمودية على مستوى التلامس حركة الاجئة عمودية هل ايه؟ بين الجسمين طبعا دي القوة العمودية النت فالس لقوة العمودية النسبة بين قوة الاحتكاك السكوني والقوة العمودية يعني FK على FN طبعا ده معامل معامل الاحتكاك بس خالي بالي معامل الاحتكاك السكوني معامل الاحتكاك السكوني وهنا حبايبي النسبة بين قوة الاحتكاك الحركة والفالعة مدير المؤسسة عليه دي معامل الاحتكاك الحركي ننتقل الى مجموعة اخرى من الاسئلة قرر بعض الطلاب بناء عربة خشبية كتلتة تلاتين كيلو جرام فوقها زلاجة فاذا وضغط العربة على الثلج وصعب عليها راكبان كتلة كل منهما تسعين كيلو جرام يعني اتنين فوق العربة كمان يعني العربة نفسها تلاتين وفوقها اتنين كل واحد تسعين يعني مئة وتمانين مع التلاتين عمتين وعشر كلهم فما مقدار القوة التي يجب ان يسحبها شخص العربة لكي تبدأ في الحركة واعتبر معامل الاحتكاك السكوني بين العربة والثلج زيو بوينت ايه ففتين نقول طبعا هنا حبيب الكتلة كلها زي ما اتقفقنا هو تسعين زي التسعين زي التلاتين او العربة هنا فيها واحدة كبنية تسعين وكمان بقى تسعين وكتلة العربة نفسها كمان تلاتين يعني الام م الكلية عندنا كبقى تسعين زي تسعين زي التلاتين يعني متين وعشر كيلو جرام الكتلة دي تقولي لي ايه اصازها ده يحسب منها الاف ان قوة العمودية بيقول لنا انت عايز القوة التي يجب ان يسحب بها الشخص العربي ها درج الاف كين اللي هتساوي ميو كي درب اف ان يعني ميو كي درب الوزن ميو كي ها ميو اس ميو اس معامل الاحتفاك اس تقولي درب حبابي مين درب الاف ان اللي هدرب الام وزين طيب الميو اس اعطاني بكم بزيوب وينت خمستاشر طيب درب متين وعشر طيب كمان لغا طبعا عجلة الجاذبية الارضية درب تسعة وتمانية من عشرة يطلع الناتج هزيوب وينت خمستاشر جهوب درب اتين وعشرة جهوب تسعة وتمانية من عشرة يطلع الن demonic 300 308 الناتج ان ميو حبابي تلتمية وتمانية وسبع من عشرة اه مية اه دلز الشكل مقابل ثم اجبها على الاسئال التالية ماذا يسمى ميو للمنحل؟ في حالة ان انا نقسم قوة الاحتكاك على القوة العمودية. في الحالة دي اسميها اه معامل ايه الاحتكاك. وعلى حسب النوع. لو كان سكون ثانيا يبقى سكون حركة حركة البداية احتكاك. هنا بيقول لي الحركة بدى معامل احتكاك يا حبيبي الحركي. طيب اي الموضع سابقة لها اكبر معامل احتكاك? او اكبر قوة احتكاك? كل ما تقرب حبايبي من قوة الاحتكاك هتكون قنطها اكبر سلاحظوا من حضراتكم اعلى هيكون اول منحة اللي افترضنا ده واحد ده اتنين ده تلاتة هيكون واحد هو اعلى في قوة قوة الاحتكاك وبالتالي اعلى في معامل الاحتكاك يتم سحب صندوق اه وزنه على ارض خشبية وزنه متين نيوتن اذا علمت ان قوة الاحتكاك المؤسسة في خمسين نيوتن محسب معامل الاحتكاك طبعا بسيطة جدا هنقول معامل الاحتكاك نيوكي هيساوي اف مين على اف مين اف كي على اف ان وما ننساش ان لازم معامل الاحتكاك في النهاية يطلح قيمته قيمته حبابي اقل من الواحد يعني خمسين على كام على المتين تطلع زير بوين تو فايف وليس لهو وحدة قهز يجلل صخص كما بالشكل وزنه تمنمية نيوتن على سطح مائل يميل على الافقي بزي سبعة تلاتين سبقة اولا ما مقداره ميواكبتي وزنه الموازية للسطح المائل و العموديه يعدد الموازية اللي هي من هي او الى الموازنة تمثل قوة الاحتكال او الى الموازنة تمثل قوة الاحتكال فالموازنة تمثل eight thirty تلاتين طيب هنا حبيبي تساوي تمنمية كسين تلاتين ونطلع القيمة عندنا دي هتطلع حبيبي كم ربعمية نيوتن طيب تمنمية كسين تلاتين هتساوي حبيبي سفتمية اثنين وتسعين بوينت تمانية طيب لو أقل في الاختبار أو طلب مني أن نحسب الميون كي معامل احتكاك الحركي نعمل يا حبيبي زي ما اتفقنا نحن بنقسم FK على FN يعني وقبرة الطبيعة عندنا هنقسم كام ربعمية تقسيم ستمية اثنين وتسعين بوينت تمانية يطلع الناتج حبيبي 0.577 في حل تاني في حل تاني أسهل نحن ممكن نجيب يا حبيبي تان سبعة وتلاتين هدينا نفس الناتج يبقى ممكن لحبيبي نجيب تان سبعة وتلاتين وإدينا حبيبي نفس نفس النتيجة ننتقل الى درس آخر وهو درس حبيبي محصلة المتجهات وتحليل المتجهة الى مركبتين يصحب رجل صندوقا على أرض أفقية وساط قوة تميل بزاوية سيتا مع الأفقية كم تكون قيمة الزاوية تجعل المركبتين الأفقية ورأسية القوة لاهم المقدار نفسه طبعا النتنين بيكونوا متسرون إذا كانت الزاوية اللي عندك محبيبي 45 باجة لأن سين سيتا وكسين سيتا يكون لها نفس القيمة يسحب رجل صندوقا على أرض أفقية بواسطة قوة تميل بزاوية سيتا تميل بزاوية سيتا مع الأفقية كم تكون قيمة الزاوية تجعل المركبة الأفقية نصف قيمة القوة العمودية أو القوة المحركة المركبة الأفقية هنا عندي حبيبي تأخذ كسين كسين كان يسوي نصف طبعا كسين ستين هو اللي يسوي نصف وبالتالي دي القيمة اللي هتجعل المركبة نصف قيمتها المحيرة ما مقدار قوة الشد في حبل معلق به مصباح وزنه خمسين نيوتن خمسين نيوتن إلى الأسفل يبقى عكسه خمسين نيوتن إلى الأعلى حتى لو يقطع الحبل أي الشكلين الأقاتين تكون قوة الشد في التعليق أكبر من يمكن علما بأن الثقل في الشكلين متساوي لكن دعي بالك الثقل الأول يتحرك إلى أعلى بسرعة أصابتة الثقل الثاني ساكن إذا بالتالي طبعا هتكون القوة الأعلى قوة الشد الأعلى هتكون في الشكل وقم واحد أوجد حاصل جمع المتجهين كمائل جمع المتجهين عندما المتجه الأول حبيبي 3 و2 مجهد التجه الثاني 3 وثالب 2 طبعا عرفوني أن 3 دي تمثل x هنا تمثل y هنا تمثل x هنا تمثل y بجمع جمع عادي جدا 3 و3 6 2 وثالب 2 0 يبقى المجموعة اللي عنده حبيبي 6 وصف العمال اللي عملته عملت 3 زائد 3 طيب بعد كده عملت 2 مع سالب زائد سالب 2 طب لو طرح يا أستاذ نفس الكلام ثلاثة زائد 3 يطلع كامل حبيبي 6 و2 زائد 2 يطلع 0 يبقى المحصلة اللي عندنا هتكون 6 و 6 وصف يا حبيبي ما زاوية اتجاه القوة التي تؤثر في جسم إذا كانت المركبتان للقوة هي الف تساوي 4 و 8 وإحنا اتفقنا من شريط وإحنا بنتكتب القوانين إن محصلة المتجاهات على جسم أنا بحدد لها حاجتين بحدد القيمة وبحدد كمان لاتجاه القيمة عندنا نجيبها زي ما اتفقنا اللي هو المحصلة تابيع اللي X تابيع زي أدوار تابيع الجهاز التابيع لكن لو حاجز أجيبه إزاوية هي هتساوي حبيبي هتساوي 10 minus 1 Y على X كل ده يدفون Y وفين X يا أستاذ لسا إلي اللي 4 تمثل X وال8 تمثل Y يبقى 10 minus 1 ال Y عندي 8 على X كام يا حبيبي على 4 يعني 10 minus 1 الاتنين وتشوف كده حضرتك على الآله الحزبة يطلع النافج بشكل مباشر نجيب التاني ازاي نضغط على shift تاني shift تاني اتنين تطلع ازاي حبيبي 63 بل اوبع ما مخبار قوة ترد الفعل على الصندوق عندما يتم سحبه الأعلى بقوة 100 يتم حلينا واحدة زي من شوية أنا عندنا 30 كيلو جام بنسحبه إلى الأعلى دون أن يتم تحييره يعني أنا حبيبي هنا دي قوة أرد الفعل طب نشوف كده نحل القوة نوسي مخطط الجسم الحظ ده 30 إلى أسفل اللي هي 30 كيلو جام طب إلى أعلى في حاجتين في قوة أرد الفعل وفي كمان القوة اللي بتسحب عندنا اللي هي 100 يبقى معناها الـ FW هتساوي 100 نيوتن زي قوة أرد الفعل يبقى عشرة ناقص 100 30 ضرب كم حبيبي ضرب تسعة و 8 من عشرة ناقص المية يطلع النتيجة حبيبي 192 ودي تمثل القوة العمودية كم تبلغ محصلة متجهان متعمدان قيمة الأول X وقيمة الثاني بعف قيمة الأول طب إحنا المحصلة زي ما اتفقنا أتساوي الـ أتساوي زي تيبيع X تيبيع زي Y تيبيع المتجهة الأول يقول لي X يعني X تيبيع زي المتجهة الثانية ضعف قيمة الأول يعني 2X 2X بالنسبة لنا مع التربيع يعني تطلع ها تطلع حبيبي 4X X تربيع لأن الثاني ضعف الأول الثاني ضعف الأول طب كده لو جمعنا X تربيع مع 4X تطلع 5X تربيع نطلع الخمسة بقى الجز ولا نخليها X تطلع بقى الجز يبقى يطلع الناتجة حبيبي X جز كان جز 5 اللي جابة الأخي لو أكملنا في دايس محصلة المتجهات واللي أوجد نقضاء واتجاه القوة المحصلة المؤثرة في المنطاب الموضح في الشكل المقابر بسهولة جدا لابد أن أجيب محصلة القوة في الاتجاه X ونجيب محصلة القوة في الاتجاه Y وبعد كده نجيب المحصلة الكلية في الاتجاه X حبيبي أجيب 1200 يمينا 1600 يمينا مجابة 1600 يمينا لو ده معناهم مع بعض يطلع سالب يجوهم 100 طيب الـ 5000 إلى أعلى و1000 إلى الأسفل يعني لو طرحنا بعض خمس ثلاثة مع سالب 1000 تطلع حبيبي ايه تطلع 1000 200 طيب أجيب المحصلة ازاي والله الجهز التربيعي F X تربيع زائد F Y تربيع ونجيب الناتج بسهولة جدا جدا يبقى أنا اللي عملته بس أن أنا جبت حبيبي المحصلة في اتجاه X الحالة وبعد كده المحصلة في Y لحالة وجدت خانون المحصلة الكلي طلعت النتيجة عندي 1077 N لو عايز اتجاه طبعا هنقول 10 minus 1 F Y F أوجد محصلة القوة التي ترس في الصندوق الخشبي المجاور جبريا زي من شايفين القوة اللي لحبيبي كانت 10 والزاوين عن 30 قوة الثانية 10 والزاوية كمان 30 طبعا هنا الاتزان عندنا سيكون على المحور X والمحور Y طبعا لو انا جيت على المحور X حللنا القوة نيطلع يا حباب LB لو انا جاي عايز اجيب F X هتساوي 10 قصين 30 والجنب الاخر هتبقى ساوي 10 قصين 30 هتتطلع 0 طبعا على اتجاه Y حباب LB وانا عايز اجيب على اتجاه Y 10 30 زائد 10 30 10 30 5 10 30 30 كمان 5 تطلع 10 ولو جبنا محصلة القوة في 200 هتساوي الجزء التريبيعي 0 تريبيع زائد 10 تريبيع يعني حباب 10 20 20 20 20 بقى لنا حبيب سؤال الغري اذكر شرط الاتزان الانتقالي طبعا احنا عندنا اتزان الالتقال والانتقالي والانتقالي بسيط جدا مبنوع القوى يساوي 0 سواء كان مبنوع القوى ساواء كان وده يتزم الجسم عند تحليقي الحبلين كانت 120 ده إذا علمت أن وزن الجسم 50 نيوتن والشد في الحبلين المتساوي اوجد قوة الشدة. طبعا في البداية لابد ان انا اشوف نقطة النقطة الاصل اللي اعمل عندها. اهو. ادي نقطة الاصل عندنا حبيبي. ولو اتحركنا الاعلى الاسفل. يبقى ال y. بحسة ما اجيب ال fx واجيب ال f y. طبعا الابتزام هنا هيكون على النحوة y. النحوة x هيكون سفر. انا محتاج اجيب ال t. ازان هنا طبعا 60. فبالتالي هنا حبيبي هتبقى لو انا خدت ال fx هتبقى t cos 60. طبعا الاعلى. t sin 60. طبعا من الاقعب الى الزاوية. ال y لل x او لا ال y. يبقى هنا حبيبي قوة القوة الاولى f1 هتبقى t cos 60 زائر. بالنسبة القوة الشدة الاخرى. t cos 60. اللي اتنين حبيبي هيساوي كم? هيساوي 50 عشان يحصل الاتزام. حق اشارة الاتزام. طب cos 60 بنص. كس 60 بنص. طب نص زائد نص بواحد. يبقى t حبيبي هتساوي كم? اتساوي 50 نوية تاني. يبقى عندنا حبيبي هتساوي 50 نوية تاني. بول يمكن التابعة عن القوة المحصلة في الشكل الاتي. 6 و 8. ال f r. بول لو انت عايز تجيبي المحصلة بتجيبها ازاي? نعبر عنها ازاي? احنا اتفقنا من شوية. ان هي المحصلة هتكون في اتجاه ال x. اتجاه ال y. طبعا ده ماشي الى اليمين. موجب. والى الاسفل. هيكون سالب. خلي بالك. اتجاه المتجاه ده يمينة. ويمينة طبعا في الاتجاهات ده انت عارفين حضراتكم. x موجب. طب الى اليسار. x سالب. y موجب تحت. y سالب. بالتالي لو انا بحتاج ان انا حدد. المتجاه التمانية اللوت اللي هو في اتجاه ال اكسر يكون موجب. لكن في اتجاه ال y سالب. يبقى موجب تمانية وسالب سالب. هذه هي خيمة المحصلة. فيها السؤال الاخر. ما مؤكبات القوة المحصلة لمجموعة القوة الموضحة بالشكل. انا بوضل لو جدنا المحصلة سالب ثلاثة مع مين? مع الصفر. سالب ثلاثة زائد صفر. ايه. طب بعد كده. النسبة الاتجاه له هي صفر زائد سالب اربع. يبقى دي كده انا جدت حبيبي المحصلة كاملة. هتساوي. سالب ثلاثة زائد صفر بسالب ثلاثة. طب وموجب صفر زائد سالب اربع يدينا حبيبي سالب اربع. ودي تبقى المحصلة. دي حبيبي هتكون ايه? المحصلة. وبكده نكون وصلنا الى نهاية المواجعة الاولى. في سلسلة المواجعات التي نعدها الى اا منتصف الفصل الدراسي الاول. وتكلمنا اليوم حبيبي حول ثلاثة موضوعات عيصية. اولا القوة والوزن. والفرق ما بين الكتلة والوزن ومحصلة القوة. والدرس الاخر تحدثنا عن محصلة القوة بالتفصيل. الدرس الثالث تحدثنا عن مفهوم الاحتكاك وتطبيقاته في حياته اليومية. ونختمه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد والله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إنه سهل في خص إلا الذين ومنوا عن الصالحات. تواصلوا الحق وتواصلوا الصبر. إن شاء الله سيتم الحق الفيديو الآخر. بإكمال المنهج بداية من العزم. بداية من عزم القوة. نستضعكم الله الذي لا تضيعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.